اشتركوا في القناة طبعا بصفة عام النص التالي بحلقتنا فقرة حوارية النهاردة تحقيق معنا نجبة مصر والبطل الولمبية بطلة الكاراتيه صاحبة أول ميدالية مصرية في الولمبيات جيانا فاروق أو الدكتورة للكاراتيه ناسف الدكتورة جيانا فاروق طبعا هتقول لها كابتن الولمبيات خلصت وابتا أولا أنا عايزة أقول لكم حاجة الإنجاز ما بيقدمش الإنجاز دايما بيبقى موجود حتى لإنجاز كابتن رشوان في الولمبيات اللي من 20-30 سنة فالحقيقة جيانا كانت الفترة اللي فاتت مرتبطة في الكاراتيه بأمور كتيرة جدا بطلات وأيضا تكريمات وأمور كتيرة جدا وده بيتها وده ما كانها قناة النادي الأهلي أو النادي الأهلي فأول ما أجندت الدكتورة جيانا سمحت النهاردة هكون معنا هنتكلم معها في حاجات كتيرة جدا هنتكلم عن مدلتها والصعبات اللي قابلتها قبل البطولة الحقيقة ده في دروس مستفادة هتبقى كتيرة جدا هنتكلم معنا عن مستقبلها أكيد الجمهور بيسأل جيانا عندها إيه القادم إيه اللي بتفكر فيه في اللي جاي إزاي جيانا هتنقل خبراتها اللي هي استفادت بيها واللي هي يعني اكتسبتها على مرور سنين وأبطولات كتيرة إزاي هتديها لللي بعدها لازم هنتكلم مع جيانا في كل ده الحقيقة وبش بس كده هنشوف دور الأسرة اللي ساند جيانا عشان توصل لهذا الإنجاز الكبير كأول مدلية أولمبية في الكاراتيه حصلت عليها مصر في الأولمبياد بشكل عام يمكن في ريال خدت مدلية طبعا ذهب ولكن بعدها يمكن منافسات جيانا كتيرة الأول فهو ده اللي خلت جيانا تفوز بأول مدلية مصرية في الأولمبياد في الكاراتيه للأسف طبعا الكاراتيه خرج من الأولمبياد ولكن الكاراتيه مازال منافساته العالمية موجودة في كل مكان ده يبقى في الفقرة الحوارية انتظروها ان شاء الله يبقى فيها كلام كتير يعني هتقولهون جيانا بإذن الله هنروح لأخبارنا ونبتدي بكرة اليد يمكن الخبر الأهم أو الحدث الأهم اللي حصل يومين اللي فاتوا هي مباراة الأهل والزمالك في قمة كرة اليد والتي تلعبت على صارة الدكتور حسن مصطفى والتي خلصت أو مجمع الدكتور حسن مصطفى والتي خلصت نتيجتها 29-29 المباراة طبعا اتلعبت أول مباراة وخلينا أقول لكم حاجات معينة عن المباراة ونتكلم عن المباراة الشوت الأول انتهى بتقدم النادي الأهل 16-15 الشوت الثاني اتنهى 29-29 بالتعادل بس في بعض النقاط الفنية كما تعودنا بنحب نتكلم فيها مع حضراتكم أولا مجمع الدكتور حسن مصطفى ليه بنقول عليه مجمع مسالة الدكتور حسن مصطفى لأنه هو مجمع الحياة أولا فيه مركز أو مقر الاتحاد الجديد فيه صالة جيمانيزيا فيه فندق إقامة فهو مجمع متكامل يعني ممكن الفرقة تروحه ما تحتاجش تخرج عشان كده بيطلق عليه مجمع الدكتور حسن مصطفى والحياة المجمع ده أبهر كل الاتحادات اللي بتيجي تعمل انسبكشن أو تفتيش على بطولات دولية بيخش المجمع ده بينباهروا الحياة فعشان كده هو اسمه مجمع الدكتور حسن مصطفى واللي تعمل على أعلى الطراز على العالم أو على تصميمات في العالم من ناحية الأرضية والسقف وخلاف وخلافه ده ملاحظة الأولى اللي حب أوضحها لحضراتكم ده عشان كده اسمه مجمع الدكتور حسن مصطفى طيب مباراة الأهلي والزمالك ايه اللي حصل في المباراة؟ المباراة شهدت في أولها تفوق لنادي الأهلي تقدم لنادي الأهلي شفنا بعد كده ده شوت الأول شفنا بعد كده لنادي زمالك واستطاع انه في الآخر يجيب التعادل وفي آخر وقت أو في آخر كام سانية قدرنا ان احنا نجيب هدف الستاشر وطلعنا الشوت الأول ستاشر خمستاشر الشوت الثاني مش اكوى لغاية يمكن منتصف أو يمكن لا ديئة تسعة يعني وصل وكان ماشي اكوى لغاية الديئة تسعة ديئة تسعة حصل تحول نادي الزمالك كسف من هجوم وكسف من اختراقاته نجح انه يطلع في على النادي الأهلي فرق ثلاث أهداف فرق ثلاث أهداف نجح النادي الأهلي كابتن طرق محروض طلب تايم قاوت في تايم قاوت تاني فبدأ توجهات تختلف بدأ يناور بالتشكلات النادي الأهلي عمل كومباك ورجعنا اكوى تاني وتفوقنا فرق هدف تفوقنا فرق هدف وقبل المباراة بدقيقة وعشرين ثانية حط نادي الزمالك هدف التسعة عشرين التعادل خدنا هجمة لم نوفق فيها لم نوفق في هذه الهجمة وما نهيش النهاية اللي نقدر نحط بها هدف التفوق يعني على الورق احنا كنا اقرب دايما انه بياخد الهجمة الأخيرة بيكون اقرب للفوز طيب ده بيدل علي بيدل ان الفرقين مستوى واحد لما فرقة تطلع والتاني يعمل كامباك والانت تتقدم او يحصل تقدم عليك وتعمل كامباك تزابزه بالمستوى ده بيدل ان الفرقين كويسين بس انا بتكلم عن فرقتي فرقتي تزابزه بالمستوى ده بالرغم ان انت بتقدر تطلع على المنافس تاتة اربع اهداف وترجع تتأخر وتطلعهم تاني او تجيبهم تاني معنى كده ان انت ينقصك الخبرة وهو ده اللي احنا كنا بنقول فرقتنا فرقة جيدة جدا احنا بنشوفه ده بيدل فرقتنا الخبرات اللي هي بتنتقصها واحنا كنا نقدر نفوز في هذه المباراة لو كنا وفقنا في الكرة الاخيرة لو كنا وفقنا في كرتين تلاتة في الدفاع يعني اصدقل ان احنا كنا اقرب للفوز وده كعادة مبارياتنا مع المنافس بنبقى اقرب للفوز في كل المباراة اللي فاتت مع عادة مباراة واحدة يعني عشان ابقى صادق وكانت المباراة دي لها زروفها وكان حالة الفرقة نفسيا يعني في العادي احنا بنبقى كوالجيم ورايبين جدا جدا من بعض في الوقت خلي بقى بلكم الكلام اللي هقولو ده في الوقت اللي المنافس بيعتمد اعتماد كل وجزئي على لاعب واحد المنافس بيعتمد على لاعب واحد والحقيقة هو لاعب امكانياته الفنية عالية جدا يحيى الدرع لاعب امكانياته عالية جدا ولاعب السنة جاءة يحترف في اقوى الدوريات في اوروبا فهو لاعب فعلا امكانياته كبيرة حط سبع هدف عمل خمسة اسست باهداف وعمل خمسة اسست تانيين بس مخلصوش اهداف يعني انا بس بديكم الارقام في الوقت اللي المبا يعني هو حط يعتبر حط 12 جون من اصل 29 وما انت لما تعمل اسست وتودي لاعب على الجون فكانك حطيته اه محطيتهش بايدك ولكن وفي الافليويشن اسست ساعت بيبقى على كتير جدا من الهدف تقييم ققييمة يعني فلما يبقى المنافس بيعتمد على لاعب واحد فقط وبيعتمد هجوميا عليه بشكل كبير جدا هو صاحب امكانياته عالية خلينا اعترف يعني لعب نجمه منتخب مصر والكلام ده كله وكان بيشارك زمان مع النادي الالف بطلاط فاحنا فرقتنا ما متعتمدش على الجمه واحد فرقتنا طبعا محصر رمضان كان هو افضل لاعب وافضل مسجل وسجل سبع اهداف على ما اتذكر وكان هو الباك اليمين بتاعنا وحرص المرمى شهد التقلق شهد التقلق من اتنين ناشئين يعني يمكن ده يعتبر اول ماتش قاله زمالك ليهو يعتبر اول ماتش قاله زمالك يشاركه يعني يشاركه باريحية او ياخده فرصة حقيقة مين هم ياسر سيف وعندنا سيف هاني فوكس الاتنين لعيبة دول الاتنين لعيبة زغيرين دول شاركه وقده اداء كويس واجهده بفعات نادي الزمالك وعندنا لعيب تالتهم الحقيقة اللي انا ان شاء الله متنبق له بمستوى كويس جدا وهو لاشين لاشين ما لعبش بلعب باك رايت هو في مكان محصر رمضان عشان كده ما خدش وقت او ما لعبش ولكن لاشين من اللعيبة خليكم فاكروا الاسم ده لاشين بامر الله هيعمل تحول كبير جدا في اليد في النادي الاه لعدة اسباب طول قمته طويل ما شاء الله قوته البدنية ايده السريعة من بره التسعة يعني ما بيشوت من بره التسعة كانه بيشوت من على الدايرة يعني ما شاء الله ايده سريعة يعني ايده مزبوطة موزونة لعيب كويس جدا فاذا هو ما شاركش واتنين زغرين شاركه فده من اكبر الاهداف او من اهم اهداف او من اهم مكاسب المباراة هو مشاركة ياسر سيف وفوكس ولو خدنا متوسط عمار الفريق فهو متوسط عمار الفريق في بدأة العشرينيات 22-23 سنة 21 سنة ده متوسط عمار الفريق يعني احنا بنتكلم على فريق قدامه عشر سنين يلعب فاذا الفرقة الحمد لله رب العالمين كنا نتمنى الفوز اه كنا نتمنى الفوز كنا اقرب الفوز اقدر الفوز ينقصنا خبرة ينقصنا خبرة لأنه اللعيبة كلها بدون استثناء لعيبة صغيرة يمكن إسلام حسن كابتن فريق ما شاركش هذه المباراة فإحنا كل اللي بيلعبوا لعيبة صغيرين لعيبة ينقصهم الخبرات زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بيبقى فيه أمور في الملعب كده بتبقى زي ما بيقولوا يعني حريف في الملعب كده عندك زقة كوة شدة الحاجات دي هتكتسب مع الوقت طيب حراسة المرمة حراسة المرمة بخير بالرغم من الطيار سافر وربنا يوفقه ونتمنى له كل الخير إنما عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه اللي اتنين سدين واللي اتنين صغيرين برضه واللي اتنين مع منتخبات الشباب أدوا أداء كبير جدا يعني احنا الحمد لله في حراسة المرمة عندنا مستقبل مصر طيب إيه اللي ينقصنا يا كابتن عشان نكسب ينقصنا الصبر على هذا الفريق الصبر نادي الأهل يختار الطريق الأصعب وهو بناء فريق شاب يحصد البطولات وهو بيت بني وده أمر صعب خدنا كاس مصر السنة اللي فاتت بهذا الفريق وخدنا بطولة أبطال الكقوس وكنا الأقرب في السوبر الأفريقي ولكن لم قدر الله مشاء فعل وزا ما حضركم شايفين مباراتنا مع نادي الزمالك دايما بتبقى فيها ندية يعني معنا كده الفريق بالرغم من هو شاب ولكن فريق يمتلك يعني إمكانيات فنية عالية جدا الصبر على هذا الفريق وأنا أتصور إن شاء الله أنا أتصور أتمنى لهم أتمنى لهم التوفيق لأن أنا عارف حجم الجهد المبزول وعارف حجم يعني اللعيبة قد إيه مقدرة المجهود اللي بيبزل مقدرة إنها عايزة مش بس المجهود اللي بيبزل من بيبزلوه ده هم عايزين يسعدوا جمهور النادي الزمالك وكل حواراتنا معهم ولقاءاتنا معهم بعد المباريات كل كل الكلام كانهم هم يعني متفقين ولكن ده مش اتفاق ده احساس تفقوا في احساسهم انه عايزين نرضي جمهورنا دي الان وجمهورنا دي الان الحقيقة فعلا بيساندهم ومعاهم حتى النهاية وان شاء الله ربنا يكرمهم ويكللوا ببطولة او يكلل نجاحهم بمكسب الدوري السنادي ان شاء الله ده كان اول خبر لنا هنوأل الخبر التاني وهو كرة السلة كرة السلة منتخب مصر عنده الويندو القادم معنية ويندو ويندو يعني نافذة بس هي في الاتحاد الدولي لكرة السلة بيسمي الدورات المجمعة ويندو اول دورة مجمعة عشان المنتخب يتأهل لكأس العالم اللي جاي ان شاء الله في اخر نوفمبر يوم 25 انا اسفي فبراير اللي احنا فيه 25 26 27 هتتلاقي فين في السنغال وهقول لكم مجموعتنا وقول لكم الدنيا ده طبعا الكوتش الجديد الكندي صاحب او مدير فني منتخب كندا اللي فاز هنا منتخب الشباب فاز بكأس العالم في المباراة النهائية في مصر 2017 وكان ماسك منتخب كندا وفاز على امريكا في الفاينال روي رانا وهو جاي من يومين وانتظم الفريق في برج العرب انتظم الفريق بالتدريب في برج العرب وعشان يبتدوا رحلة الاستعداد للويندو الاولانية طيب انا عايز اتكلم شوية في الويندو ومجموعتنا والمجموعة اللي رد عليها واللعيبة الخبر اللي عايز اقوله انه هو ضم سمع العيبة من نادي الاهل ضم سبع العبيد في نادي الاهل لما كانوا طبعا ايهاب امين وعمر طارق واحمد اسماعيل وعمر الجندي وعمر عزب وسيف سمير وحمد حمدي اربعة كانوا موجودين في بطولة افريقيا اللي فاتت وثلاثة زاد عليهم اللي هو احمد اسماعيل وسيف سمير وحمد حمدي دول السبعة اللي الاتحاد مش الراجل الراجل لسه ما شافش الخواجة لسه ما شافش اللعيبة بشكل يعني يعني شكل فيه ديتيلز او فيه تفاصيل هو اتقاله ان دول احسن لعيبة فده تجمعت المنتخب الجميل بقى في الراجل اللي عايز اقف عليه لما حضر تمرينة المنتخب اللي همبي اتحاد السلة عمل حاجة حلوة عمل منتخب الكبير وعمل حاجة اسمها منتخب اللي همبي لان كمية اللعيبة اللي طلع من تحت كمية اللعيبة اللي طلع من تحت في الاندية كتير وكويسين وشالين مع الدرجة اقولها مرعبة انا بقول مرعبة يعني في النادي الاهلي عندنا مجموعة كويسة جدا يمكن اكترهم او تركزهم في الاندية التانية فيه فالراجل لما حضر تمرينة المنتخب اللي همبي قال لا ده فيه ست لعيبة انا عايزهم في المنتخب الكبير أنا العبد لله اللي قد قدامكم سنة سبعة وتسعين كنت بتجمع مع منتخب أولومبي وكان عايز بس أوريكم الرؤية إن المدرب بيبقى ليه رؤية مش بس السن هو عنده الأداء فكنت كنا متجمعين متجمعين في سبعة وتسعين وكان مسكنا مدرب أمريكاني اسمه مارف كيسلر وكان رئيس الاتحاد وقتها أو حين ذاك المرحوم العظيم كابتن محمود أحمد علي وكنت بتمرن مع منتخب الشباب والراجل الأمريكي كان مسك منتخب كبير وكان منتخب كبير بيستعد لبطولة أفريقيا في السنغال بالمناسبة بنفس الموقف السنغال برضو دكار السنغال سبعة وتسعين وكنت أنا متجمع مع منتخب الشباب اللي عنده كاس عالم في أستراليا حضر تمرنة قال أنا عايز أربع العيبة من منتخب الشباب فكابتن محمود قال له يا مستر مارف هم عندهم بطولة كاس عالم قال أنا لو ما جبتش الأربعة دول والمناسبة أقول لكم الأربعة دول مية الأربعة دول هاي سامس سعيد كيدار هندوي اسماعيل احمد طريق الغنان اه انا اجي لسماعيل احمد فالاربعة دول طلبهم المنتخب الشباب قال انا مش هروح اعمل حاجة في دكار اللي ماخد الاربعة وكأن التاريخ بيعيد نفسه سنة عشرين اتنين وعشرين بيجي مندير فني كندي ويتفرج على منتخب الشباب ويطلب ست لعبين من نصبنا من ست لعبين دول اتنين لعبين عمر زهران وعبد الله ناصر هتقول لي الله يا كابتن هم ازاي ما اتخذوش المنتخب الكبير هو ده اللي بقول لكم عليه هم لعيبة تستحق تلعب في المنتخب الكبير شباب ينقصهم خبرات هيكتسبوها ولكن هو شايف ان اللعيبة دي تستحق وفي اربع لعيبة تانية من اندية اخرى هجيبهم لحضراتكم من سبورتنج والجزيرة يعني في مجموعة من لعبين ومن سموحة على ما اعتقد في لعيبة من الاربعة تانية بس هو خد ستة اللي يخص نادي الاهلي عمر زهران وعبدالله ناصر لانا كنت شايف انهم من اول يوم يستحقوا الانضمام للمنتخب الكبير ولكن دايما هم يعني سبحان الله بتلاقي حتى الكتشات النكحين برا ليه وجهة نظر هو شايف حاجة معينة اللعيب ده هيديله حاجة فهو ما اختروش يعني من فرق طيب انا جبت لحضراتكم كواليس المؤسكر واللي حصل وهم بيتمرروا دوقتي على فترتين وهو بدأ يشتغل بس معهوش لعيبة نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك مش موجودة لها عشان عندهم بطولة كأس العالم الاندية او انتر كونترين تلفيبة اللي هتتلعب في مصر 11 و 12 و 13 فبراير بعد البطولة هينضموا للمعسكر يعني هو اصلا يعني هقول لكم يوسيف رفعت دم سبورتيج عمر اهاب من المصري الاتصالات معاز ايمن زمالك خالد عبد الناصر طنطا دول الاربع لعيبة التانيين اللي خدوا الاربع لعيبة التانيين اللي خدهم بالاضافة لعمر زهران و عبد الله ناصر يعني فيه اتنين لعيبة من نادي الزمالك عشان جدا اقول لكم النادي الاهلي عنده القدر الاكبر من اللاعبين الطلعين ومحمود وليد ومؤمن طريق خيري وعندك بودي حسام اللي طلق اعارة يعني عندنا لعيبة يعني حتى يوسف المعداوي اللي موجود دلوقتي هو اصلا صغار في السن فمشاء الله احنا عندنا مجموعة كبيرة في النادي طيب هنروح بقى للويندو بتاعة منتخب مصر وهو الاهم وهي الحاجة اللي احنا منتظرينها بفارغ الصبر طيب مين مجموعتنا يا كابتن هيسم مجموعتنا كينيا السنغال مصر الكونغو بالترتيب كده كينيا السنغال مصر الكونغو هتقول يا كابتن الله طب ما هم السنغال بس هي اقوى فرقة انا بس عايز اقول لحضراتكم ان كينيا اخر مباراة لنا كسبانة كسبة كسبة منتخب مصر والكونغو اخر مباراة لها مع مصر كسبتنا وانا ما بقللش انا بقول لكم منافس قوي حجم التحدي صعب طيب ايه الوضع هنروح نلعب ويندو في السنغال وعلى فكرة مش بس المجموعة دي وفي مجموعة تانية هتروح تلعب الويندو بتاعتها تاني غالبا اللي هي كودفور وانجولا وافريقا الوسطى وغينيا لان احنا في الاخر هنضم على بعض فمجموعتنا تاني كينيا السنغال مصر الكونغو السنغال قبل نهاية افريقيا وانت مهمت كده على طول اللي فات النهاية كان كودفور وكان تونس واللي فازت تونس وتقريبا كودفور اقصت السنغال السنغال عندها مجموعة من اللعيبة السنغال عندها مجموعة من اللعيبة بتلعب في اوروبا برشلونة وغير وغيره عندهم لاعب بيلعب في الان باي حلو طيب احنا مطالب مننا ايه مطالب مننا العادي مطالب منك ان انت تاخد اول او تاني او تالت يعني اربعة هيتقاهل تلاتة هتقولي طب ما السكة سهلة يا كابتل لا مش سهلة خالص ليه بقى انت لو تأهلت بتتأهل بنقطك مش بكروسات لو كروسات كان الموضوع يبقى سهل قوي ولكن انت بتتأهل بنقطك بنقطك يعني الاول هيتقاهل بالعلامة الكاملة التاني هيبقى ناقص علامة عشان يبقى خسر من الاول والتالت هيبقى تأهل لانه خسر من الاول والتاني هترد على مين بقى هتروح على المجموعة التانية تلاقي لك منها تلاتة هتلاقي بالتلاتة التانية مين بقى التلاتة التانية المجموعة التانية كوديفور تاني افريقيا انجولا وما ادراك اما انجولا افريقيا الوسطى وما ادراك اما افريقيا الوسطى وغينيا يمكن غينيا اسهلهم ولكن غينيا اللي احنا بنقول اسهلهم وصلت دور الستاشر في افريقيا اللي فاتت واحنا ما وصلناش يعني وسط دور الستاشر غنية اللي احنا بنقول اسهل فريق دلوقتي اللي ماسكها زلكو المدرب الصربي اللي كان ماسك منتخب مصر سنة 2002 وانا اتمرنت معاه ولعبت معاه بطولة عربية زلكو نجح ان يتقاهل بغنية للمرة الاولى في تاريخها لدور الستاشر واحنا اتأهلنا وتلقى بنا انجولا وللأسف خرجنا بتوط افريقيا واحتلنا المركز الهداشر اذا تاني المهمة والتحدي صعب احنا هنطلع من المجموعة فردا انا توقع البي اذنك يا رب اللي هيطلع من المجموعتنا السنغال اول مصر وكنيا بقى ان شاء الله مصر تاني كينيا ممكن تبقى تالي كينيا وكنغول اللي هيطلع منهم بقى نشوف مين اللي هيكسب ميت ده بس ان شاء الله ربنا يكرمنا في الوندو الاونان الوندو الاونان المزنوقة لما نطلع احنا مطالب منا ان احنا ناخد اول او تاني عشان نسهل المهمة علينا طيب لما نطلع احنا الستة هياخدوا كم واحد هياخدوا اتنين بس يا خبرابية اه ازا ما اقول لكم اتنين وابضل تالت يا جماعة هيخش بس هتخش مع مجموعة تانية يعني انت مثلا التالت في المجموعة التانية جايب مثلا عشر نقاط انت التالت في مجموعتك جمعت 11 نقطة هياخدوك انت عشان تتقاهل خمس فرق بطول او كأس العالم انتو خدتوا بالكو يا جماعة يعني الموضوع تحدي صعب جدا انت محتاج انت اول او تاني خلي بالك المجموعة اللي جاي لك منها حتى يبقى فيها اول ومجموعتك طلع منها برضو اول فانت لو دخدت تاني الموضوع بقى صعب جدا انت عشان تخش الدول اللي بعد كده وانت زي ما بقوله حطت في بطنك بطيخة صيفي لازم تاخد اول ومطالب منك تكسب السنغال في السنغال الويندو اللي جاي طيب ايه التحدي الصعب الراجل استلم المهمة من يومين يعني من اول فبراير يعني المهمة عنده شهر في الوقت اللي هو داخل نص الشهر باربع خمس لعيبة من قوة المنتخب اللي نادي الزمالك مش معه المهمة صعبة طب نقدر نقدر المصريين دايما بيتحطوا في المواقف الصعبة وبيسدوا اكبر دي ليه على ذلك منتخب كرة القدم دايما منتخب كرة القدم بيتحط ويسد بالرغم انه تعثر في الايه في البداية ولكن بعد كده اداءه اتحسن وشوفنا اداء رجولي نهاياتا طبعا بمبارات المغرب طبعا لأسعادتنا كلنا ونتمنى لهم التوفيق بالمناسبة بكرة ان شاء الله يبقى دي تصفيات يعني حكيت لكم بالتفاصيل منتخب مصر عنده ايه والدنيا راحة ازاي تاني يعني لو الناس بتسمعنا او اللعيبة مهم جدا نروح بالمنتلاتي نكسب السنغال هناك احنا رحين نكسب السنغال هناك مش صعب مش صعب ملعبها طيب الويندو التاني هتبقى امتلا احنا نلعب اتنين ويندو الويندو التانية ما تحددتش ممكن تتلاقي فين بنسبة كبيرة جدا هتلاقي فيه تونس يا اما رواندا مصر طلبة استدافتها بس اشك انها ممكن تيجي مصر لان مصر خدت السنة اللي فاتت او التصفيات اللي فاتت ويندو على ارضها طب هل الويندو تتعامل من الاربع او البلد المستضيفة بتستضيف يعني مثلا الاربع دول اللي هما كينيا سنغال مصر كونغو لازم دولة من دول اللي تستضيف الويندو لا مش شرط ممكن نلعب في تونس ممكن نلعب في رواندا اللي هي اصلا مش موجودة لان احنا معنا مجموعة تانية احنا بروح نلعب تو ويندو مجموعتين بيلعبوا كل مجموعة مطشطها غير التانية والصعب في الموضوع ده هو ان انت تلت مطشط واربع يعني عندنا خمسة وعشرين ستة عشرين سبع عشرين المباريات تلت مباريات واربع يعني اللي هيتعب او هيجيله شد او هيجهد زي ما انتو شايفين مطشط الكورة بيلعبوا مطش كل اربع خمس تيام هنا لا هنا بنلعب كل يوم عشان كده اتحاد السلة لجأ للبلاي اوف او ان انت بتلعب مباريتين واربع بتاخد يوم راحة بتلعب مباريتين واربع لو فيه مبارية فصيلة بتاخد يوم راحة يعني اضطر يعمل بس ارجع واقول حاجة احنا كنا زي ما بنلعب لدرات المجمعة لازم نرجع تاني لدرات المجمعة لان واضح ان الويندو هي دورة مجمعة لازم تتعود ان انت تتلعب 3 مطشط هنا في بلدك 3 مطشط جمدين انما البلاي اوف بيدي لك ماكسيمان مطشين واربع وساعات ما بيديهم لك بتلعب مطش لوما في الاول بتلعب مطش ورحة يوم انما الدورات المجمعة اللي كنا بنلعبها احنا زمان كنا بنلعب 3 مطشط رحة يوم واكيدا لعب مطشين الدورات المجمعة اصبح Jacin هي نعمل نظام الدوري كومباتابول أو متماشي مع نظام مسابقة بطولة أفريقيا طيب حاولت أنا أجيب لكم أو ألخص لكم القصة في مباراة الأهل والزمالك كرة اليد وكمان ألخص لكم القصة مع منتخب مصر لكرة السلال لفترة القادمة خانيت على الفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما عودناكم في كرات النادي الأهل احنا متابعين فرقتنا في الإمارات طبعا عشان كأس العالم المنديال أو منديال الأندية يمكن كنا من شوية نقلنا لحضراتكم أو زميل أحمد سمير كان نغطى لحضراتكم التمرين وشوفنا طبعا أمير هشام ورسلنا من هناك ونقل لحضراتكم التمرين أو جزء من التمرين طبعا احنا استكمالا لتغطيتنا المستمرة ده طبعا لقطات لعودة الفريق من الميران أو في طريق العودة من الميران إلى فندق الإقامة وكنا غطينا لحضراتكم على مدار اليوم خط سير أو برنامج الفريق اللي هو ابتدى الصبح بفطار جماعي للفريق وبعد كده تحركوا إلى جلسة تصوير جماعية للفريق طبعا لأن دي بطولة كبيرة وبطولة مهم جدا أن يتعمل فيها جلسة تصوير عشان أثناء تغطيات المباراة وغيره وغيره وبعد جلسة التصوير انتقل الفريق للميران وغطينا حضراتكم كل ده على مدار اليوم على شاشة قناة النادي الأحل دلوقتي الفريق في طريق عودل زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين بيركابوا الأوتوبيس عشان يرجعوا كلهم على فندق الإقامة اللي طبعا أكيد هتناولوا وجبة وهيبتدوا ياخدوا قسط من الراحة أول مباراة لنا مع منتير المكسيكي طبعا يوم السبت زي ما حضراتكم عارفين عندنا وقت نهار ده الأربع عندنا خميس جمعة شفنا لقطات بدر بنون هو موجود مع الفريق إن شاء الله طبعا قريب يشارك في التدريبات الجماعية إن شاء الله أتمنى له إنه يبقى فت وجاهز يعني يبقى موجود مع الفريق الحمد لله الأمور مش كويسة فيها حفاوة طبعا استقبال كبيرة جدا جدا في دولة الإمارات الشقيقة وده مش غريب طبعا يمكن النادي الآن يطلع من يومين بيان شكر في دولة الإمارات الشقيقة على حسن الاستقبال وده مش غريب الحقيقة انت بتروح هناك بتحس ان انت بلدك التاني الحقيقة دي حقيقة يعني مش محتاجة أي لابس الحاجة التانية إنه يعني مروحك بدري للبطولة أو انت بتاخد على الأجواء درجة الحرارة كانت في الملعب 19 يعني بنتكلم برضو في أجواء دافية شوية مش زي مصر يعني إن شاء الله برضو اللعيبة خلي بالكو الساعة بتبقى يعني لعيب الكرة ما حبش رأة في الساعة قوي جو 19 ده جو كرة زي ما بيقوله درجة الحرارة حلوة مش حر مش برد الرطوبة كمان قليلة إحنا في الشتاء ولكن أتصور إن ده جو أو مناخ مقارب للمناخ الموجود في مصر العادي يعني سيبك من الأسبوعين 3 بتوع الشتاء بتوعنا دول ولكن طول السنة ده المناخ اللي بيبقى لرايب لنا فنوعا ما هتبقى الدنيا أحسن نتمنى إن شاء الله يوم بعد يوم التركيز بيعلى عندنا ثقة في الفريق وزا ما حضركم عارفين كما تعودنا الأهل بمن حضر واللي موجود هيبقى ويامة بطلاط أو متشاط كان فيها نقص عدد أو نقص الإصابات أو غيره وشهدت مولد نجوم كبار يعني في نجوم ما كانتش ممكن تبقى أنت يعني خدت الفرصة وفجأة بقت حدوتة وقصة كبيرة ونخرج نتكلم عنه مناجحه وعمله وسوه بس اللي موجود في النادي الأهلي يستحق إنه يرتدي تي شيرت النادي الأهلي يعني فنياته وإمكانياته سواء أنت لعب ستاندينج أو لعيب بينش بلاير أو واتفر إيه أنت لعب تستحق تدقى تشيرت النادي الأهلي والنادي الأهلي بما نحضر عشان كده أي تشكيل هينزل إن شاء الله هيقده وعندنا ثقة وأنا بواحد من الناس متفائل جدا جدا أنا هيسم متفائل جدا جدا لللي جاي ودايما عندي ثقة بالذات فرق كرة القدم ليه لأنه عودنا على مدار التاريخ مع النقص العددي الروح بتاعها الأداء بيبقى أكتر التزاما الإحساس بالمسؤولية بتزيد وبتبقى في أعلى درجاتها وهو ده النادي الأهلي أتصور إن شاء الله إن احنا هنعمل مبركة وإيه سوم السبت وإن شاء الله نتخطى يعني أصدق لكم خلينا دايما المتفائلين والوضع إن شاء الله يكون أجيد وعلى مدار اليوم برضو هنكمل مع حضراتكم وهنغطي طبعا البروجرام بتاع الفريق على مدار اليوم وديه اللي وعدتكم بيه قناة النادي الأهلي وهناستمر في كده وحبينا نحط حضراتكم في يعني الساعة بيحصل إيه بالزبط للفريق هناك في الإمارات هنرجع على أخبارنا هنروح لكرة طائرة رجال تخطينا الحمد لله سبورتنج في دورة الثمانية في كأس مصر في مباراة يعني شهدت ندية يعني شوية يمكن في الشوت التالت أكترها كمان المبرامعة سبورتنج كانت في اسكندرية على ملعب سبورتنج وفوزنا 3-0 يمكن أول نتيجة أول شوت 25-13 تاني شوت 25-17 الأخير 27-25 يعني معنا كده إن كان فيه تعادل 25-25 وبعد كده 27-25 وزي ما قلت لحضراتكم يكون مباراة الدوري مع سبورتنج بخلستش كده طيب الأهلي الأهلي هيلعب مين هيلعب بتروجيت في الدور قبل إنه هيتحدد المعاد لسه الاتحاد أعلن المطشاط الجدوى المباراة بس ما أعلنش الموعيد طيب بتروجيت اتأهل إزاي فاز على الظهور بنتيجة 3-1 الناحية التانية الزمالك هيلعب الجيش طلاعي الجيش مع الزمالك ناحية التانية ده الطرفي لقاء المباراة الأخرى في قبل النهائي أتصور يعني أتصور يعني ممكن ممكن الجيش يفجر مفاق أنا أتصور يعني الجيش عنده مجموعة من لعبين الكويسين ومباراة الكقوس ملهاش أنا عشان كده أقول لكم ماتش سبورتنج كان هناك صعب جدا وكان صعب إنه نعدي لأنه ماتش كاس بس سبورتنا طبعا بس هو ماتشاط كاس هي برضو تحمل كثير من المفاجئات والحمد لله تخطناها بشكل جيد وخلاص إحنا كده هنقف في صفحة الكاس وهنركز بقى تاني في الدوري اللي إحنا بقى نطلع نقابل لطلاق الجيش وهنقابل بيتروجيت ومصر البترول رايح جاي عندنا ست مباراة مهمة دول الدور التاني وبعد كده الحقيقة برضو أنا بحب أشيد تاني حب أشيد يا جماعة باتحاد كرة كرة الطائرة الجديد بقيادة الكابتن ياسر أمر الحقيقة طبعا وأمانت كابتن عمر خلف ليه لأنه خمر مخلوف أنا أسف كابتن عمر مخلوف ليه لأنه الاتحاد من أول يوم حرص على انتظام البطولة والبطولة مضغوطة أنا مبسوط جدا أن الدوري والكاس يعني إحنا في شهر فبراير هو بنتكلم في الدور قبل النهاء في الكاس بنتكلم في الدور قبل النهاء برضو في الدور يعني إحنا كده بالمعدل إحنا ماشيينه ثلاثة أو أربعة هنكون شكرا وهو ده المطلوب عشان المنتخب عنده بطولة عالم فالاتحاد عجبني جدا جدا من الاتحادات الجديدة اللي جات وساعات بيبقى تغيير الدماء ويخش ناس جديدة خالص الاتحادات بيبقى أمر مطلوب ساعات دخولهم لاتحاد بالأمانة أنا بحب أشيد بكل حد بتحس أنت نفسك كمتفرج أو متابع بتحس ب إن فيه اتحاد شغال فيه انتظام للبطولة فيه يعني أمور استابلتي أداء اللعيب استقرار موعيد بدري بتتقال مديرين فنيين مش بيلهسوا يعني اللي يتحمل المسؤولية النادي المستضيف النادي المستضيف المطش هو اللي يتحمل تأمين المباراة تعظيم السلام اتحاد جريء تحاد خد قرار قال لك يا باشا ما ندخل جمهور إيه المشكلة بس مين اللي يأمن مش أنا كاتحاد إنت كنادي مسؤوليتك هحزبك إنت اللي يتأمن وإنت اللي الدنيا تبقى مظبوطة عندك فإذن حاجة تانية قرر مدير فني أجنبي متفرغ للمنتخب برضو تعظيم سلام يعني لما تلاقي بقى قرارات وتلاقي حاجات استابلتي وبتتعرف بدري وبتتقال بدري وقرارات جريء إذا اللي بتتاخد دي يبقى كل التحية لاتحاد الكرة الطائرة لأنه أنا عجبني أن هم عايزين نرجعوا الطائرة لسابعة ده وأتصور أن المنتخب هيبقى لي شكل تاني لما الدور يبقى فيه انتظام بالشكل ده ويبقى فيه فنيات عالية كده 100% هتلاقي منتخب جيد وهتلاقي اللعبة مقبلة على المنتخب مش هتلاقي بقى اللعيب يقولك أصلا أنا يعني هتلاقي كله كله مقبلة على المنتخب وكله عايز يخش منتخب بس طيب هنروح للكرة الطائرة بس سيدات بقى سيدات عندنا ربع انهائي مع هليوبلس دور الستاشر عندنا مباراة مع دلفي ولكن انسحبوا كانت المباراة في اسكندرية على صالة بايونير وانسحبوا فعندنا هليوبلس إن شاء الله هنلعبها هيوم الجمعة اللي جاية في دور التمانية في صالة الشهداء أو الصالة الزغيرة على نادي الأهل الجزيرة نادي أهل فرع الجزيرة طبعا فرقتنا فيها غيابات كتير غياب مهم مش كتير الحمد لله مش كتير غياب بس غياب مهم آية الشامي للأسف عندها شرخ في صباحة في إيدها الشمال وعلى فكرة أنا أتصور أو أتخاني جالها الإصابة دي قبل كده أنا فاكر إن آية الشامي إيديها أو جالها شرخ في صباحة قبل كده فواضح إن هي من قوة الضرباتها لما تكرر الإصابة مش معنى كده أصددي شرخ في الصباح ملاش علاقة بس بتلاقي قوة الضربات أو هنف الضربات وهي ضربة أي الشامي أحسن ضربة في أفريقيا فلما تلاقي اللاعب بيدرب زي سعودي عبد الرحمن سعودي برضو شرخ في الصباح بس إن شاء الله الموضوع مش هيخد أربع خمس أسابيع أو أقول ستة أسابيع بالإعداد لأن الشرخ غير الكسر الشرخ غير الكسر الكسر ممكن ياخد وقت أطور الشرخ أربع خمس أسابيع الشباب طبعا بيبقوا ما شاء الله لعبين فبيبقى الترسيب الكالسوم عالي بيلقم في أربع خمس أسابيع وإدي نفسك عشر يام أسبوعين كمان بيبقى لك طبيعي ألف سلام عليك يا آية إن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة وبالتوفيق للفريق في اليوبلس إن شاء الله وصلوا قبل النهائي عندنا خبر في السكواش عندنا بطلين في النادي أهلي دايما هقول بطلين مش هقول بطل واحد عندنا يوسف سليمان وعندنا مصطفى عسل الاتنين أبطلنا والاتنين شباب الخبر الحلو إن مصطفى عسل بقى رابع العالم برافو يا مصطفى مصطفى كل اللي عمله السنة اللي فاتت بدأ يجني ثماره الآن بدأ يعلى في الرنج شفناه دخل في الأحسن 16 العاشر التامن هب السادس هب الخامس هب بقى مصطفى عسل الرابع ألف من يوم مبروك الجميل كمان إن يوسف سليمان تقدم مركزين بقى في المركز ال 16 برافو يا يوسف يوسف رايح يعني أنا بقول لكم إن شاء الله 3, 4, 5, 6 شهور ونلاقي اللي 2 دول هيبقوا في top 5 على العالم كله الحمد لله ماشيين كويس يمكن يعني مصطفى عسل فقط بطولة واحدة في أمريكا ولكن بعد كده هيشارك وهم شباب أمرهم صغيرا يعني والنادي الأهلي وقف جنبهم جامد جدا وجماهير النادي الأهلي وقف جنبهم جامد جدا لتمنى ليهم كل التوفيق دي من الأخبار الحقيقة لأسعدتنا جدا 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 نفس الكلام بنسبة نادين شهين لعبة النادي الأهلي في سكواش هي تأخرت مركز ولكن تأخر مركز ده أو تطلع مركز مش حاجة يعني يعني مركزين حاجة يعني يعني هي كانت في الدور ال 16 أو المركز في ال 16 كانت في التصنيف اللي فات دلوقتي هي في ال 18 فمركز أو اتنين ما اعتبرش يعني هي الاعتبر في مكانها تعتبر في مكانها بس ان شاء الله البطلات الجاي ممكن نادين حظها وحش في حاجة نادين كانت دايما بتصطدم بأبطال العالم في المين درو فدايما لما تيجي تخش تلعب تلاقي بطلة تلاقي نور الشربيني يوب بسم الله الرحمن الرحيم أنا دخلة ألاقي نور الشربيني في دور ال 16 فما بتعرفش الجمع نقاط عشان تعليها في الرنك بتاعها بس هي عندها إصرار كبير جدا وان هي تحصل النقاط وان هي توصل لترتيب علامي جيد وزي ما قلت لكم زي ما النادي الاهلي واقف جنب يوسف سليمان ومصطفى عسل واقف كمان مع نادين شهيد هنروح لأخبار الجنباز انتعارفين طبعا عندنا احنا جنباز متطور ويعني متقدم جدا في النادي الاهلي فيه كأس مصر للناشئات عندنا 25 ميدالية حصدناهم في كأس مصر للناشئات ورقم كبير ورقم مرعب الحقيقة دكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز اللي في الصورة دي ومين هم الأبطال آيات خالد فكري وآيس الأيمن وطيارة وسام عبد العظيم وجميلة أشرف شعراوي وجوليا حازم توفيق وجيسي أحمد فهمي وحلع عبد الرحمن محمد وحلع محمد محمد نبيل وداليا محمد سليمان وربع إهاب وسلم عمر وشدن محمد جمال وشهد شريف وصبع إهاب وصفي أحمد عبد المنعم وفريد عبد محمد عاطف ولارة أحمد سمرة ولجين محمد السيد وليال أحمد مصطفى وليان علي عبد المنعم وليليا أحمد مجدي ومريم محمد سعد ومريم مصطفى محمود ومودة جمال الدين ونانسي هاني متحت دول أبطالنا خمسة وعشرين ناشئة صاعدة حصد ومديليات في كأس مصر ناشئة طبعا شايفين ملايكة يعني احنا بنتكلم في أعمار سنية زوارة جدا هم دول مستقبل الجنباز في نادي قاله مستقبل الجنباز في مصر الجنباز اتحاد الجنباز بقيادة أو برئاسة الدكتور أهاب أمين عامل طفرة كبيرة جدا في مصر ومش بس مصر ده حظى بالثقة اتحاد الأفريقي حظى بالثقة التحاد الدولي كوادرنا في الجنباز بدأت تختارك اللجان في التحاد الدولي الحقيقة الجنباز من الاتحادات تاني بين قصين وعلى فكرة بالمناسبة هو كان التحاد جديد يعني اتحاد الجنباز زي ما أنا بقول لكم دماء جديدة في الاتحادات بتأمل شغل عالي جدا للدكتور أهاب أمين قاعد سنتين وثلاث سنين اللي فاتوا الدورة دي ودي تاني دورة لي فهو لما جد من دور سنتين تاتة ده كان هو يعني لسه جديد على الاتحاد وكان لسه ماسك ولكن عمل طفرة كبيرة جدا بين الاسم اسم الجنباز وكاس العلم للجنباز والبطولات العلمية الكبرى على أرض مصر ومنشارك فيها وكوادرنا عمل ألبان داخل بحماس شديد رجل عنده رؤية استطاع بشكل كبير جدا انه يكون الجنباز تاني لمنصات التدويج العالمية عنده خطة طموحة لنشر اللعبة عنده خطة طموحة لرفع الفنيات اتصور دكتور أهاب أمين من الاتحادات النكحة جدا واحنا ممكن نعمل حتى يعني حلقة كده أو حاجة يعني جات لفكرة كده نستعرض أنشطة الاتحادات وإنجازاتهم الفترة اللي فاتت طيب خلينا طلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان نرجع نكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم من شوية انه طبعا ضخ دماء جديدة في الاتحادات بفكر جديد الحقيقة بيعمل طفرة كنا بنتكلم عن دكتور أهاب أمين في الجنباز كلمنا عن التحاكرة الطائرة كلمنا عن اتحادات نجحة من ضمن الاتحادات الحقيقة يعني بتحاول تعمل حاجة طبعا لسه بتبتدي بداية الطريق والمشوار وهي أحد الرياضات المهمة بالنسبة لنا جدا في الأولمبياد وهو التحاد الجود التحاد الجود بيرقصه الكابتن مرزوق محمد أعلن منذ أيام تعيين تلات لعيبة سابقين في تشكيل الجهاز الفني المنتخب الأول خبر يعني يحمل الكثير من المعاني إيه اللي بيعمله كابتن يعني مرزوق هو فيه تلات لعيبة اللي هم حاتم عبدالآخر لعيبة ليهم دول تلات لعيبة ليهم ثورات وجوالات مع منتخبات مصر عندهمنا على الشاشة وسفروا شاركو أولمبياد وشاركو أيضا يعني في بطلات عالمية وكأس عالمي وما تعدش وبطلات ودية وكلام ده كله فالراجل قال لك فكرة محترمة جدا ليه ما جبش أنا في الجهاز شباب مدربين شباب أو لعيبة كان ليهم سابق خبرات هحطوهم مع الجهاز الفني ينينوا خبراتهم لللعيبة وأنا لما لعيب بشوف حد قدامي عمل إنجاز بتعلم منه بيدينا نصايح بيبقى رايب مني في السن فالحقيقة يعني كان قرار يعني جاي جدا ومن قابليه كمان قرار أحلى منه وأحلى وإحنا اتكلمنا عنه في البرنامج وهو الاستعانة بكابتن محمد رشوان نجمنا العالمي الأولمبي كمستشار فني ومسؤول على المنتخبات في الاتحاد المصري وهو ده الكلام الاتحاد لما يجمع أسرة اللعبة حواليه مية المية وأنا مغمط كده هيبقى فيه إنجاز وكان لازم يكون معانا عبر الهاتف الكابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجهود وأهلا بيك يا كابتن إزاي كابتن هاي سمسا حضرتك كل التوفيق لحضرتك وللاتحاد المحترم اللي بيشتغل من أول يوم وعايزين نعرف تعقيب حضرتك على القرار اللي حضرتك خدته بتعيين ثلاث لعيبة في الجهاز الفني للمنتخب اللي أول أنا بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلت وده بجد حاجة تشرفني وأنا سعيد جدا بمكالمة حضرتك دي إحنا دولنا في الاتحاد إحنا مش جايين عشان خاطر اللعيبة إحنا جايين عشان خاطر المنظومة كلها إنتحرك بتبني مش بتبني أجيال للعيبة بس تبني أجيال من المدربين كمان فأنت لما فكرنا في الفكرة إحنا جايبين خبير روسي هو رجل بطل أوليمبي واخد فضل في أولمبيات وخمس فدليات عالم وجراند بري وجراند إسلام فأنا لما فكرت الفكرة قلت طب إحنا ليه اللعيبة 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 الدوليني لسه بطلين في ريش إحنا ما نبتديش نزقهم من دلوقتي أن هما يكتسبوا الخبرات في الفترة اللي موجود بها الخبير عشان النقلة اللي بعد كده أن هما اللي يتولوا إدارة المنتخبات كلها الفكرة جات منين يعني يا كابتل معلش حضرتك عينت مدير فني أجنابي كبير يعني اسم كبير في اللومبيات واسم كبير في فضوات العالم يمكن ده خبر إحنا كمان يعني بننفرد فيه إنه إن حضرتك بس مش بس بتفكر إن أنت لا ده أنت بتعمل نهضة كمان على مستوى الفري الأول طبعا طبعا السنة المدرب ده أهم عنصر عندي المدرب ده هو اللي بيعلم الناس هو اللي بيتقفهم فأنا لازم أبني المدرب عشان اللاعب نفسه لما يلاقي أواف على البساطة الناس اللي بتعلمه أساطير ولسه لسه رجليها كانت في الملعب من تطرة ولسه لعبة بطولات عالم ولسه متابعين وناس معروفين بره هو اللاعب نفسه هيبع عنده قدوة يفتدي بيها فهذه الفكرة إن أنا الناس اللي موجودة دي هي اللعبة لسه كانت بتتفرج عليهم في بطولة عالم ومحمد علي وحاتم وهموحي لسه كانوا أي واحد فيهم بيلعب سيمي فاينل بطولة عالم وناس كابتعب في الأولمبياد وما لقيه وقف معها على البساطة وقادر يتمرن معاه وهو أبديتت لكل اللي بيحصل ولسه قادر يتعلم وقادر يتصقف الموضوع أنا شايف أننا زي ما بنابني أجيال في المنتخب لازم كمان المدربين بتوعنا أننا اللعبة تحس أنها أول ما بطلت أن بلدها لسه برضو مضهرها ومستيبها ومجهودة وما راح فده كان هدف برضو أنا كابتن أنا عارف أنا عايز أقول لك هذاك حاجة يا كابتن يعني بأمانة يا ربنا يبارك لك ليه أنت قابلها برضو من أسابيع أخدت قرار بتعيين الكابتن محمد رسوان نجمنا الكبير الإولومبي الرجم العالمي العالمي الكبير جدا جدا عينتوا طبعا مسؤول عن المنتخبات أولا حضرت جيت بالسياسة جديدة وهي أن أنت تلم وتستفيد بكل أنصر في اللعبة ما انتاش ألم من حاجة يعني الجميل أن أنت جبت أسامي وأسامي كبيرة تعالوا يا جماعة مد إيديكم وشمروا تعالوا نشتغل الفكرة كابتن أن أنا عندي مبدأ برضو هو القوي بيجيب كل اللي حواليه أقوية وما بيخافش من حد الله ينور عليك يا كابتن يعني أنا ده مبدأ بالنسبة لي أنا طول ما أنا وصخ في نفسي وأنا مش خايف من حاجة فأنا بجيب كل الناس حواليه أقوية فأنت جاي على منظومة كانت معلهلة والناس كلها بعيد والناس كلها بعدت عن الفيوتوب فأنت ما تيجي تدور إما تبني جهاز منتخب فما تيجي تحط على رأس الجهاز كابتن محمد رشوان أسطورة وكلنا العالم كله عرف يعني إيه أخلاق ويعني إيه احترام ويعني إيه احترام منافس فأنت تبني غير كابتن رشوان تحط على رأس المنظومة وتبني تحتيه بقى الأجيال اللي هي اللي لسه مبطلين ويجيب حد ذو خبرة زي الراجل اللي إحنا جبنان هو ييجي ويعمل للمنظومة فأنت بدئسة صح جبت في اللجان الفنية الناس الكبار بتعول جوده جبت في لجنة الحكام جبت كابتن خالد أنور ده مدير التحكيم في الاتحاد الأفريق ما شاء الله فمنطقي إن أنا جيبه يبقى مدير التحكيم في مصر مش ما قولها يبقى مقدر فأنا مقدرش داخل البلد فأنا منطقي عشان يحس بانتماؤه فأنا لما لقيته هو مدير التحكيم في أفريقيا جيبته مدير تحكيم مصر فأنت دلوقتي أنت بقى عندك أن المدير التحكيم في مصر هو مدير التحكيم في أفريقيا فأنت حكامك نفسهم بقى جواهم طمأنين وعارفين إن هم إن هم فيه حد بيشجعوا ومحد بيدعاموا ومحد بيعملهم أفضلت كل حاجة فأحنا ماشيين بالسياسة دي في كل اتجاهاتنا ما يا كابتن ده أنت كمان مش بس كده يعني أنا دايما بحب بحط الدق على الشخصيات القوية الجريئة زي حضرتك يعني لما جيلك دعوة من سفير اليابان في مصر وحدك تروح وتاخد معك كل الناس حواليك يعني واخد معك كابتن محمد رشوان واخد معك الاتحاد بتاعك واخد الدنيا وراح تقابل معالي السفير عشان تشوف أوجه التعاون تمشي ازاي فدي خبر برضو محتاجين تعليق حداك عليه طبعا السفير يعني أول ما أول ما احنا جينا راجل بطراحة بعث لي إيميل ويعني هناني وقال لي احنا سمعين التحدي جديد وفكر جديد فاحنا عايزين يعني لو تقبلوا العزومة بتاعتنا على العشاء الراجل رحنا فأنا يعني رحت أنا وكابتن رشوان وكابتن عصام النائب وكابتن طريق زدين العوض مجلس إدارة فاحنا رحنا الراجل استقبلنا استقبل حاجة محترمة ورقية حاجة محترمة جدا والرجل قال أنا يعني اللي انتم عايزينه أي حاجة تحتاجوها احنا لازم يبقى فيه تعاون بنا لازم يبقى فيه تكامل بنا وبين بعض اللي انتم عايزينه اللي انتم عايزينه اطلبوه مني وانا هنفزه لكم تاني يوم لقيت بقيتلي دعوة تاني عندهم هما في اليابان كده في مرسم زي حفلة شاي كده طريقة شاي معينة هما بيعملوها فبيعملوها حفلة جديدة لقيته بقيتلي وبيدعيني تاني عنده في البيت يعني الموضوع بقى بنا ان هو بقى صداقة اكتر من هو شغلي صحيح يا كابتن وعايز أقول لك كابتن يعني امانة يعني ده هنلاقي ثماره ان شاء الله بإذنك يا رب في باريس وحتى لو بعد باريس انت يعني بالشكل ده اتصور ان شاء الله ربنا وفاك وخلي بالك يا كابتن انت يعني يعني بتعمل تجربة جديدة يعني بتقول يا جماعة انا مش جاي الان من حاجة انا مش باصس لكرسي ولا باصس لغيره انا باصس ان انا عايز ارجع مصر تاني في الجود على منصات التدويج اللومبية انت بتقول كده انا حضرتك الهدف بتاعي مش باريس بس انا هدف ان انا عايز اعمل مديليا ان شاء الله في اولمبيات الشباب في السنغال في عشرين ستة عشرين عايزين نعمل مديليا في بطولات عالم شباب ونشرين هو ده احنا بنبني جيل تدي يكمل معنا عشر اتنشر سنة مش هدفنا سنة او سنتين انا لو جاي عايز اكسب النهاردة ولا بكرة اشتغل ان انا للنهاردة بك انا شغال لو انا بشيت بكرة الناس تجي تلاقي منظومة تكمل عليها بعد كده صحيحة طب قولي يا كابتل حدك يعني ان شاء الله اخر الشهر انت يعني هتستابر رئيس اتحاد الدولي كلام ده صح ان شاء الله في 31 مارس برضو دي من الحاجات اللي انا شايفها حاجات كويسة جدا ان الراجل اول ما عارف ان احنا جينا بعت لي بريكلي وبيقول احنا برضو احنا في ظهرك وانتوا عايزينه وليت بعد كده رح بعيدت لي قال لنا جاي هزورها في مصر في 31 مارس ورئيس الاتحاد الدولي بتاعنا ده حاجة كبيرة جدا ده حد قوي جدا في كل الاماكن اللي بيروحها فالراجل ان هو يجي مصر الراجل حابب يدعم مصر وحابب يدعمنا وحابب يدعم الجود فزيارته المصر دي زيارة مهمة جدا واحنا شغالين عليها من دلوقتي وخطبته وكلمت سيادة الوزير وسيادة الوزير قال ان هو هيستقبله بنفسه وبيعدي للزيارة من دلوقتي وان شاء الله احنا بنرتب نستقبله استقبل وعايزين وعد من حضرتك ان شاء الله يا كابتن ان حضرتك تشرفنا في البرنامج حضرتك ورئيس الاتحاد الدولي لما يتواجد هنا في مصر ونحط الدوق طبعا على الزيارة وجدول الأعمال يعني عايزين وعد من حضرتك على هوا كده ان انت تشرفنا في الستوديو ان شاء الله تشرف لي يكون موجود مع حضرتك ان شاء الله وكمان خلينا برضو نتكلم عن باريس 24 هل عند حضرتك يعني تصور عام او خطة ماشي بيها يعني انا متأكد ان في خطة طبعا بس محتاجين حضرتك شايف ازاي ده شايف الاستعدادات خلاص خاصة ان احنا قدامنا بتاع سنتين او سنتين ونص يعني بحد اقصى على باريس 24 بص حضرتك احنا لما جينا اشتغلنا احنا برضو لازم نشتغل بطريقة علمية فاحنا احنا جايين الدنيا وقفة من بعد الاولمبياد عندنا في الزود وتماما فاحنا جينا وحطينا اول استيب عشان خاطر نبدأ فيها عملنا بطولة الجمهورية قوة اي اتحاد من قوة الموسم المحلي بتاعه صحيح لازم حضرتك لو في كورة القدم احنا كل الموسم المحلي بتاعنا مبقى قوي المنتخبات عندنا هتبقى قوية فاحنا قدنا لازم نقوي الموسم المحلي بتاعنا احنا شرطنا قبل بدء معسكرات المنتخب ان كل العيدة المنتخب الاول لازم تلعب بطولة الجمهورية احنا حطينا اول خطوة يوم 17-2 بطولة الجمهورية للدرجة الاول هتبقى من اقوى البطولات اللي هتتعامل في الموسم والناس كلها دي هيتم باختيار المنتخب منها ونبتدي بعدها نعسكر في المركز الولمبي فترة اعداد لمدة اسبوعين وبعد كده هنسافر لروسيا او جورجيا نعمل معسكر هناك وهنلعب بعد كده بطولة اسمها جراند بري في جورجيا او في تركيا على حسب ما المدير الفني يختار وعد كده عندنا محطة مهمة جدا في بطولة افريقيا دي في اخر خمسة في الجزائر وعندنا بعدها بطولة بحرابيا في الجزائر في شهر 6 ويبتدي التأهيل بقى للانبيات من اول شهر 6 يعني عندنا التأهيل هيبتدي من اول شهر 6 في بطولة جراند اسلام بتاع دي زلدورف في ألمانيا دي هيبدأ التأهيل عندنا ان شاء الله وابعد كده نتكلم ما شاء الله جندة ممتلقة يعني وبتمنى لك كل التوفيق كابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجود واشكرك شكرا جزيرا كنت معنا عبر شاشة قرات النادي الاهلي وعايز اقول لكم بأمانة يعني لما الواحد بيلاقي اتحاد شغال كده والله العظيم انا يعني ببقى سعيد جد لان زي ما قلنا لكم ان الهدف هو اسم مصر لازم لازم كل واحد في ايده حاجة يعملها عشان يوصل مصر للمنصات التتويج لازم نبقى كلنا منظومة بتتكلم نفس اللغة الهدف والاساس هو منتخبات مصر وشرف كبير جدا ان انت تلبس تشيرت منتخب مصر صدقوني حتى ماتش الكرة بتاع بكرة باذن الله يعني مجرد ان انت لابس تشيرت منتخب مصر فده الوحد وهيبة كبيرة وشرف كبير جدا لك وسط كل الفرق الافريقية او العالمية يا رب كل التوفيق لمنتخباتنا خلينا نروح لسكواش برضو خبر بحلي في خمس مصريات هيشاركوا في بطولة سينسي نايتي للسكواش القادمة من هم الخمسة نوران جوهر مارين متولي فريدة محمد ميناناصر زينة مكاوي دول الخمسة اللي هيشاركوا وهتبتدي من دور القرعة كانت جنبت موران جوهر المصنفة التانية على مستوى العالم لعب الأدوار التمهيدية طبعا زي ما قلت لحضراتكم وهتبدأ من دور الستاشر اما الباقي الاربع العيبة فالعاب التمهيد ونتمنى لهم كل التوفيق لسكواش المصري في الصدارة ونتمنى لسكواش يخش أولمبياد نتواجد تمنى لسكواش يدخل الاربع هنحصد مدليات يعني كويسة وعلى يعني 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 زي ما تقول على مزاجك بقى دهب وفضة بس طبعا لسكواش لسه خارج الاربع خليني نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان نستقبل نجمتنا الأولمبية نجمة النادي الأهلي نجمة مصر واللي حصلت على مدليا الأولمبية في توكيو دكتورة جيانا فاروق ولكن بعد الفاصل أهلا بيك يا دكتورة أهلا بيك يا دكتورة أهلا بيك يا كافر بطلتنا للنبية أهلا بيك يا دكتورة جيانا أزيك بارك إيه دي حاجة بسيطة طبعا بكيوارد شكرا لونه أحمر طبعا شحنا بكاتل أهلي طبعا لونك مبروك من ورانا وخلينا نطلع لتقرير عملنا مخصوص لبطلتنا للنبية الجيانا فاروق أرجع لحضراتكم تلك أهلا بحضراتكم الجديد جيانا من وراء الستوديو بجد يعني حاجة لقاء مستنيون من زمان بس خلي بالك الإنجازات الكبيرة ما بتقدمش الحمد لله يعني أنا مبسوطة طبعا أنا معاكم في قناة الأهلي بيتي التاني وطبعه مبسوطة أنا مع حضرتك أنا يعني برنامج الأبطال ده بالنسبة لي حقيقة عارفة وعزيز علي قد إيه وطبعا تشرفة جدا بوجودي مع حضرتك طيب خلينا نتكلم عن البداية يمكن قبل الأولمبياد قبلتك مشاكل كتير يمكن أن تكون معنا قبل الأولمبياد والحمد لله رب وشينا كان حلو عليك كان أكيد قبلك صعبات كتير أنا دايما بحب يعني أظهر الصعبات عشان نشوف حجم الإنجاز أبرز هذه الصعبات لقبلتك قبل الأولمبياد كانت إيه والله يعني أنا مهما عادت أحكي للناس حجم الضغوطات والصعبات اللي هي اللعب يواجهها قبل أي إفنت كبير بالذات حاجة زي الأولمبياد أنا صبعا مش هتوقع متخيلة غير لو عاشت الكلام ده بس ممكن أقدر أقولي أن أبرز الحاجات الإصابات أنا تعرضت لشوية إصابات قبل الأولمبياد كانت صعبة والفترة بالذات اللي قبل الأولمبياد دي كانت صعبة علي في الإصابات فكنت بضطر أن أنا أخد من وقت النوم اللي أنا مفروض هنامه علشان خاطر أعمل جلسات العلاج الطبيعي خبر بي فطبعا الموضوع كان بيبقى بالنسباني مجهد جدا لدرجة أن أنا مرة قبل نمت يعني غزبة عني على البصوات قبل التمرين وأدواء يصحوني التمرين هيبدأ وأنا مفيش بقى أنا نايمة أعيزة نايم أهو في مرة يعني للأسف الإصابات هي اللي كانت أبرز حاجة في الفترة اللي هي قبل الأولمبياد طبعا في حاجة تانية كما يبقى الناس اللي هي أنتو عايزة تحبيطك عايزة توقعك بالضبط بالضبط واللي مش حابة نجاحك واللي مش حابة أن أنت تعمل حاجة دول برضو يعني ما أكثرهم في الفترة الأخيرة تنصح اللي زيك أو اللي بتفرج علينا يعمل يعني كتار موجودين وسطنا يعني يعملوا إيه مع الحوالي اللي بيدلو طاقة سلبية أو عايزين يحبطوك تتصرف إزاي ما حاجة زيك كل ما يدايقوك إنجح يعني كل ما يدايقوك كل ما حد يبقى عايز يوقعك كل ما حد يبقى عايز دائق كل ما حد يبقى عايز يشوفك ونت بتخسر احرجوا بمكسبك عنيدة انت برضو شوية عنيدة في الصح يعني يعني شخصيتك من الشخصيات العنيدة اللي هي في النجاح أنهنجح يعني الصعب بالرغم كمان الظلم اللي انت تعرضت له في النطش قبل النهائي الظلم اللي كلنا شفناه والحقيقة أنه هو يعني طبعا يعني يعني مش عايز تتكلم في تفاصيل بس أنهو جي من حد كان مفروض هو كان يبقى أكبر داعم ليكي بس دا ما أحبطكيش يعني أنا طبعا طبعا لحظة ما النتيجة أعلنت طبعا لا يعني في لحظتها حسيت بظلم رهيب جدا لدرجة أن أنا نزلت من الملعب أنا أعتذر للمداري بتاعي لأن يعني إحنا قصلا متفقين من اليوم اللي قبلها بإذن الله أنا رايح أجيب لك ده فكانت بالنسبة لنا صدمة لأن أنا وقفة على أن خلاص يعني أنا وقفة أصلا الترجيح بتاعي خلاص أنا هكسب الماتش مسلت النقطة دي أنا كنت متأكدا أن الترجيح بتاعي حتى اللجنة الأولمبية الدولية نزلت تويتا قبل ما الماتش يخلص بسواني بتبارك للبنت بتاعت الصين على حصولها على البرونز خبر بي وتشالت على طول أول لما نتيجة الماتش أعلنت بتحس أنه كان فيه يعني حاجة مش مزبوطة حصلت أنه ما كانش عايز يرفع علشان ما يبانش أنه متحيز للعرب طب حكم بالعدل أنا ما طلبتش منك تتحيز للعرب حكم بالعدل حكم بالعدل أو يعني مدليا طبعا يعني التحكيم بالعدل احنا مش طلبين حاجة وكمان خلي بالك أو اعتذر يعني اعفي نفسك من الحرك ده واعتذر عن أنك تقف خاصة أن أنت رنكك ومستواكي في البطولات اللي قبل كده أنت أحسن يعني هو ده اللي دايئي النجمس عايز أقولك على حاجة سبحان الله هو نصيب الحمد لله هو نصيب وكمان أنت جاباننا مدليا الحمد لله المدليا موجودة معنا يعني ولو تفتكت يا جيانة والله العظيم هذه اللي كنت معنا كنت معنا على كنت معنا أحنا فاكرة فاكرة وقلتلك كنت قاعدة في نفس المكان ولكنت في نفس المكان وقلنا لك يا جيانة إن شاء الله جاباننا مدليا وما كناش شرطين المدليا مكناش دهب ولا فضة ولا برونز ولكن ربنا شاء كده وانت كنت صاحبت أول مدليا يعني يمكن أنت اللي فرحتي مصر كلها الحمد لله يعني كان نفسي طبعا أنها تبقى دهب وفرح المصريين قطر من كده بس قدر الله ما شاء فعل وانا رضي يعني لعندنا دي أحسن من دهب وعلى فكرة يا البرونز لونها القريب من دهب أنا بقول المدليا أولمبيا ملهاش ألوان بروب عليك اسمها مدليا أولمبيا اسمها مدليا أولمبيا طب قولي لي بعد ما كسبت المدليا على طول أول تلفون جالك مين أو أول اتصال أنت طبعا في الملعب تهاني وكل ده بس روحت على تلفونك مسكت تلفونك أول حد توصلت مع مين أنا أصلا أول لما نزلت أول حد كنت عايزة أجري برضو أعتذر له وطيب بخطره هي والدتي ممكن الناس كلها عارفة أن أنا أو عندي 27 سنة وكبيرة ودكتورة وكل حاجة بس أنا لحد آخر تمرينة ماما معي في كل التمارين ماما يا باشا فيعني أنا كان نفسي أن أنا فرحة وكان نفسي أن أجيب لها مدليا ده فأنا أصلا نزلت بدور على موبايلي أن أنا أكلم ماما وأكلم أهلي بس طبعا إحنا أول لما بنخلص المواتش بيأخذونا بنروح على الحتة بتاعت الميديا بالضبط فلاقيت أن أنا في مداخلة مع برنامج هنا في مصر ومبصوا أن هما متسلين بماما يعني كانت أول مكالمة بيني وبين ماما على الهوى عطت عيوبها على الهوى حلوة دي حلوة دي عطت عيوبها عيوبها حاولت أمسك نفسي على قد ما أقدر يعني أول بقى لما سمعت صوتها لأن هي كمان ما لم تنيش على أي حاجة بالعكس هي كتت مبسوطة وفرحانة مين يلومك ده أنت حاجك يعني مضل عياتني والله إن هي مبسوطة وفرحانة وإن هي شايفة أن أنا بطلة وشايفة أن ده ده إن المادليا دي بالنسبة لها ده ده إنجاز كبير يعني خيالي يعني لا نملك إن إحنا نوجه إلا كل يعني عبارات الشكر والتقدير ليك ما بغيك والدتك مستحيل حد ده أنت عملت إنجاز كبير جدا سيادة دايما تقولي يعني اعملي اللي عليك ومش مهم النتيجة يعني أنا عندي إن أنت تخساري بس تبقي عاملة اللي عليك أحسن ما تكسبي وأنت مش عاملة اللي عليك أو علشان هو اللي ربنا ربنا بس إيه سندك عشان ما تخسريش عاملي اللي عليك وكده كده ربنا حيبقى في ظهرك يعني صح وربنا اللي كالبه هيكون وخلي بالك أنت ما شاء الله قضوة يعني أنت كمان دكتورة سيدة منية ويعني الحقيقة أي حد بيفكر يقولك الرياضة بتعطل أنت بتقولي له دلوقتي لأ أنا بطلة أولمبية وكلية من كليات القمة الصعبة جدا هل ده بيعطل فعلا لا أنا مش مقتنعة خالص بموضوع أن الرياضة بتعطل عن الدراسة أو أن الدراسة بتعطل عن الرياضة أنا شايف أن اللي عايز ينجح في أي حاجة بيعرف ينجح فيها أنت بس محتاج أن أنت تتنظم وقتك وأن أنت تبقى عارف كويس أو أن أنت حياتك تبقى مضغوطة ومختلفة عن الشباب اللي في سنك يعني أنت ما عندكش وقت للرفاهية كتير ما عندكش وقت للخرجات ما عندكش وقت أنت عندكش وقت أصلا ساعات تمسك الموبايل علشان تبص شوية على فيسبوك أو على أي حاجة من الحاجات دي أنت وقتك هو محسوب أنت بتعمل إيه دلوقتي يبقى أنت لازم دلوقتي تبقى بتعمل حاجة دي صح نفاش تعمل حاجة غيرها صح بس مش كل الناس بتقدر تعمل الكنترول ده يعني اللي عايز ينجح لازم يعمل كده اللي عايز يعافر ومش عايز يسيب حاجة هو متميز فيها لازم يعمل كده طيب خلينا روح لحتة مصر والانتماء لمصر وحب البلد وحب تراب البلد دي لأنا أنا واحد من الناس لقبت باسمه وانتخب مصر 19 سنة وعارف أن ده شرف كبير أو أن نلبس بدلة أو قميص عليه اسمه مصر لما أنت شفت على مصر بترفع وشفت واللحظة دي أنت حاسة أنت عامل حاجة لبلدك يعني كلميني عن انتماء المصريين بلدهم والله يمكن فعلا زي ما حقيقة تقول اللي بيلعب رياضة بيحس الحتة دي زيادة عن أي حد تاني مصري لأن بقى لحظة رفع العالم والنشيد وهو بيتعزف والناس كلها أيما بتحترم النشيد اللي بيتعزف وأيما محترم البطل اللي جاب مداليا لبلده دي بتبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي قوي يعني وبرغم أن أنا عملت ده كتير قبل كده بس كل مرة بيبقى لها إحساس جديد مختلف يعني طبعا مرة الأولمبياد بالنسبة لي كانت تمكن أحلاهم طبعا طبعا عمري ما تنسيها عمري ما هنسيها طبعا لا عمري ما هنسيها وإحنا عمرينا ما ننسيها طبعا هي لها كواليس كمان إن لما يبقى وزير الشباب ورياضة قاعد في المدرجات هو اللي بيشجع من فوق هو اللي بيكتش الأحلايا من فوق طبعا مصري يا جماعة يعني كلنا مصريين كان إحساس طبعا مختلف أنا كنت سمعي أنا هميني في اللحظة اللي كان فيها الترجيح والترجيح ما كانش بصالحك قالك إيه بعدها الدكتور أشرف طبعا طيب بخطري ويمكن من الجديد بالذكر أنه هو برضو يعني ما سكتش هناك هو جاب لي حقي هناك زي ما بيقوله تلت ومتلت يعني يعرف يجيب حق البلد حلو قوي يعني بس يعني خلاص هو قرار حاكم وطلع بس وقف جمبي طبعا وقف جمبي وهو لحد دلوقتي بيقول أنا بعتبر أن المدالية بتاعتك دي بالنسبة لنا دهب طبعا كل مصر وإن هي كانت فتحة خير وجي بعدها مداليات تانية في مدالية كمان في الكاراتي وبعد كده جي أحمد الجندي في الخماسي يعني كان فيه كمية أحداث حلوة شجعت المصري بقى بالظبط شجعتهم يعني أنت اللي فتحت الباب أن الباعي يقولك لا أنا عايز أنا عايز طب خلينا أقولك حاجة بقى لما بدأت الأنبيات ويوم وراء يوم ما بنجيبش مداليات دي تتحكي طبعا لأنه طبعا نحن كلنا مصريين وكل يوم بعد يوم حتى أنا نفسي كتبت على صفحيتي وقلت يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم أولنا الكاراتي أنت ما حسيتش أنه ده حط عليك عب وبدأي أنا قفلت السوشيال ميديا طبعا قفلتها لأن للأسف النقد بتاع الناس على اللعيبة لك بتخسر كان بشع كان بشع يا جماعة اللعيبة أكيد هو مش طالة عايز يخسر أكيد هو طالع قد أقصى حاجة عنده بس ومحصلش توفيق من عند ربنا ما هو في الأول في آخر هو ده نصيب الله عليك محدش فينا طالع كان ضامن أنه هو حيجيب مداليا مهما كانت الناس حتى توقعات على لاعب ومهما كانت الناس متقعة أنه ده هيجيب مداليا ما فيش حاجة اسمها كده هو في الأول في آخر نصيب وتوفيق يمكن برضو أنا أفلت قبل ولا بعد أفلت أول لما الأولمبياد بعدما الأولمبياد بدأت بيومين بس أنت خدت لك شوية شفت 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 فده اللي خلاني أفلت لأننا كنا لسه هنا في الكارتي احنا سفرنا متأخر شوية عشان يعملوا تباعد فسفروا اللعبات أو اللعبات المنافسات على كذا فوق فإحنا كنا آخر فوق خالص فأنا تقريبا حضرت وقت كبير قوي من الأولمبياد وأنا هنا يعني الحد هدايا وصيف ما كانوا بيلعبوا أنا كنت هنا كنا لسه هنا أفلت طبعا السوشيال ميديا كان فيه تواصل تقريبا شبه يومي مع دكتور أشرف كان بيشجعنا بس هو كان هناك كان هناك كان بيكلمنا من هناك وكان دايما حريص على أنه هو يشجعنا ويقول لنا أنه هو مستني مننا مديليات وأنه هو واصل أنه إحنا هجي مديليات وأنه اللي بيحصل ده ما يأثرش فينا فيمكن كان فيه حاجات برضو حلوة بتشجع الواحد وينده حلوة جاي منها أمل بالزبط بس أنت قفلت كل السوشيال ميديا قفلت لأنه كمان كان فيه بوستات يعني يا جماعة أبوز إيديكم ما توطروناش لأنه مش عارب فلان الفلاني مرشح أنه هو يجيب محدش يوطر اللعيب وعايز أقول لك والله بس أنا قلت والله أنا قلت باسم الأقوى أنا كنت أقول لك الحاجة أنا كنت قايل أن الكاراتيه بالحسابات مش ثقة قدمهاي حسابات بالحسابات لقدر حسابها هي بطولة العالم نتعاملت قبل كده أبطلنا وضعهم إيه خبراتهم إيه فأنا كنت شايف إن الكاراتيه قال كتبت لسه الأماني ممكنة الكاراتيه لم يلحب قلت كده وكتبت بالنسبة لي فرحتي بها جدا لأن أنا ضد أن أنا خلي بالك من الكلمة اللي أقولها دي أصفي حساباتي مع أي حد يعني في الاتحادات أو أي حد في المنتخبات على اسم مصر صح أنا مختلف مع حد في إدارته للاتحاد أو مختلف مع حد في إدارته للمباراة أو إدارة فنية إركن ده على جن ده في حتة ومصر في حتة تانية خالص أنا معاك وفي ظهرك لغاية ما تجيب لنا مداليا فللأسف هو ده اللي كان مدايقكم بس خلينا روح لحاجة تانية وهي العودة بقى بالمداليا على الطائرة وخلص هتركاب الطائرة وراجع مصر كلميني أنت بتقولي يا أرض يعني لفي بسرعة عايز أروح كلميني على الشهور ده والله أنا من ساعة ما خلصت المطش اللي جبت فيه المداليا يعني لحد أصلا مروحت القرية وأنا أصلا مكنتش مستوعبة إن أنا معايا مداليا وإن ده حصل بجد يعني أنا لسه مش فهمة إيه اللي حصل لحد لما مروحت وفتحت السوشيال ميديا وبدأت أشوف الناس وهي بتتكلم والناس وهي بتتكلم عن المطش واللي حصل في المطش ونهم معتبرين يعني ده برضو خفف عليها شوية الظلم اللي حصل إن الناس محدش محملني خطأ أو محدش محملني نتيجة ونهما شايفين أنا عملت أقصى حاجة عندي دي كان بنسبالي أهم حاجة أنا كنت متوقعة وأنا مروحة إن أنا حلاقي ماما وحلاقي أهلي وحلاقي صحابي في المطار أنا كنت متوقعة ده كما لو إن بنتهم هي اللي كذبت طبعا دي كان بالنسبالي حاجة فرقت طبعا في نفسيتي جدا 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 حسيت إن فعلا أنا عملت حاجة طبعا يعني أنا ما كنتش متوقعة طبعا أنت في الطيارة يعني يعني المسافة طويلة المسافة طويلة كان كم ساعة لأ كتير لأ كتير بتاع 14 ساعة لقريبا طب يعني مش عملت قولي أبص في الساعة أنا حايزة أرجع مصر أنا عملت أبص في الساعة الحاجة تانية لأن أنا كان بقالي سنة ما شفتش خطيبي وكان رجع نفسي اليوم لا كان رجع في نفسي اليوم قبلها في ساعتين يخبر فهو رجع وقعد استناني في المطار سنة 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 تتواصله مع السوشيال ميديا آه على السوشيال ميديا يعني سواء في ستايم سواء بشيبتوش بحض حال لأ مسافرة يا هو مسافة هو في كندا بيحضر الدكتوراب وانا هنا كنت عشان من الأولمبياد ويعني من المواقف اللي كانت مضحكة ما بيننا قبل الأولمبياد اننا احنا كان كذب كتابنا متوقف على المداليا جبنا مداليا لما ترجع هنكتب كتاب مجدش مداليا مش هنكتب حاجة هنكتب عليكم كالنوك مش كان دكتاب ووريكم اي حاجة خالص فيعني فهو كان بيدعي على شه خطر كتاب وان شاء الله يا رب المهم اتكلمته واتقابلته بقى كنت خلاص خلاص وصلته هو كان من المستقبلينك في المطار بالضبط اه كان وصل قابليه بساعتين وقعد مستني في المطار دي على فكرة حاجة طريفة جدا هو اصلا كمان جاي من كندا ده 14 ساعة طيران ده اصلا بقاله كتير قوي بقاله كتير ما نمشي يعني بتخل من كندا واليابان عشان تتقابله تالي في مصر وانت جايب مجل كان هو فرحان بريد جدا يعني يمكن انا بقول من حظي الحلو ان ربنا رزقني بحد فاهم كويس قوينا بعمل ايه وداعم جدا جدا اللي انا بعمله وكان فرحان جدا بالمداليا وبرغم ان هو مش حد رياضي يعني معاشي الاجواء دي معاشي الاجواء دي بس كان قاعد متابع المشاة ماشيب ماشيب احنا كمان يعني الفرق كان ما بين مصر واليابان ستة ساعات ما بين بقى فهو كان قاعد وكان قاعد بيتابع المشاة وكان صح الجالية المصرية كله بيتفرجوا بيدعي فعني انا بقول ده نصيب الحلو لا ان شاء الله ويبقى احلى نصيب لانه الحقيقة لما بقى في تفاهم بين الاتنين الحقيقة بتبقى بداية كويسة جدا الحمد لله طيب خليني اتنقل لفيستو من الحوار فيستو ما الحوار هو المستقبل اولا بصي بص جيانة انت كادر يشارع في اي مكان بامانة ما شاء الله يعني ويحنا ما بيقولش الكلام ده عشان دي جملك او من باب المجاملة لا الكلام ده حقيقي والكلام ده العالم كله انت دكتورة صدرانية المن على مستوى عالي بطلة عندك اصرار عندك تحدي رمز للمرأة المصرية رمز كبير للمرأة المصرية شايفة مشتقبلك ازاي شايفة الاولين الكاراتيه خلينا في الكاراتيه وبعد ما بعد الكاراتيه شايفة ازاي والله انا بعتبر ان اللي بيلعب لعبتنا دي يعني بتبقى حاجة بعد كده بتجري بالدم وكاراتي ده هون بيعرفش حتى لو مش هيلعب بطولاته هون بيعرفش يوقف ممارسة اللعبة يعني فبالنسبة للكاراتيه انا يعني من ساعة الاولمبياد طبعا لان الفترة اللي عديت بيها اولمبياد كانت صعبة جدا جدا علي نفسيا كانوا اصعب خمس سنين عدوا علي تقريبا في العشرين سنة بتوع اللعبة فانا يعني في فترة بريك هي قم طويلة شوية من ساعة وخلصت الاولمبياد بس انا فعلا محتاجة ده محتاجة افصل واني اهدى عشان اللعبة ترجع تاني يعني اشتغلها لان معظم اللعيبة اللي بعد الاولمبياد لعبت على طول بطولة العالم اللي كانت بعدها معظم الاولمبيان اللي جابوا خسروا كان طبيعي كان طبيعي لازم كنا ننزل بالكورف فيعني وتنزل بيه بانت بنفسك انت بنفسك تفصل خالص بعيد عن اللعبة خالص احنا كنا كل ما نكلمك شارم اسكندرية اه لا ما فيش بقى بشوف بقى حاجات ما شوفتاش طوله عمري يعني انا عالم توريد يا الله ده بصد في مصر الكلام ده ما ما عرفش بقى حرم نفسك من حاجات كتير اه 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 حرم نفس طبعا من حاجات كتير من صفر من فسح من من يعني حاجات اسرية وعائلية تكون كان مفروضة حضارها طيب خلاص احنا خلصنا كده الكاراتي راحة وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الكاراتي طيب ما بعد الكاراتي عايزة تكمل في ايه عايزة اولا انت اي مكان يعني هيرحب بيكي يعني هيفتح زراعي اذا ما بيقولوا انت بقي معه بس الرفرنسينا انت عايزة ايه انا والله طبعا بالنسبالي كان طبعا كان نفس ينزل الانتخابات مجلس الادارة اللي فاتت بس الغاز بعاني طبعا للظروف ان انا هسافر مع مع جوزي فمش حابقة متواجدة فحاسد ان هو لا ماينفعش يبقى في مسؤولية بحجم النادي الاهلي وانا مش متواجدة في البلد فقررت ان انا اجل خطوة دي شوية حاليا شغالة في حاجات لها علاقة بتنمية الرياضة والوعي الرياضي بالذات في المحافظات ده دراسة بتعمليها ولا في دراسة بعملها بتعاون مع وزارة الشباب ورياضة بنشر الرياضة النسائية في المحافظات ربا وحتى لما اتكلمت عن ده في مؤتمر الشباب او اتكلمت عن حاجة قريبة من كده في مؤتمر الشباب صح بالذبط يعني انت كنت ملكزة اكتر على دور المرأة المصرية ونهضة المرأة المصرية ودورها صح اصحب وشوف ان احنا ستات بتاعنا جمدين او يوجد عارفوا يعملوا كل حاجة يعني لا ستة مصرية بتعلن من نوع ستات اللي بيستحمل الشقة صحيح فنفسي ان ما تبقاش بس الرياضة في الستات مقتصرة على القاهرة واسكندرية واللي هي المحافظات الكبيرة لا نفسي ان هي انا مؤمنة جدا بستات الصعيد وعارفة ان هما بيقدروا يعملوا حاجات يمكن بس العادات والتقاليش شوية في الصعيد بتمنع موضوع رياضة عايزين نكسر ده وعايزين نفهم الناس ان الرياضة دي حاجة كويسة وان هي في ناس كتير بتشوفها من منظور وحش لا الرياضة دي حاجة كويسة وحاجة بتهزب الاخلاق وحاجة بتبني شخصية ويعني ده لنفسي ان احنا ننشور ربنا معاك ويعينك وخلنطلع لفاصل بقى جيانا عشان احنا جهزنا احتفال بيكي على هوا وحنطلع لفاصل ونرجع نحتفل معاك عزيزين مشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل احتفالنا مع الدكتورة والنجمة الأولمبية الكبيرة جيانا فاروق ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وزا ما تعودنا التقليد اللي بنعمله في قناة النادي ما بالكم بقى نجمتنا جيانا فاروق البطل الأولمبية الحقيقة اللي فراحت مصر كلها احنا جبنا ترطة سي والله يا كابتن واخترنا أحلى صورة يا أي حاجة منكم حلوة طبعا نعم باكانك وبيتك وإحنا بنباركلك ونصدقين هنفضل للعمر كله فخورين بإنجازك ولعمر كله هنفضل نحكي لبعض لأنه نجاز كبير وطلع من نادي الأحلي وعايز أسمع برضو تعليقك وكلمة توجيها الجمهوري نادي الأحلي بفرج عليك طبعا أنا حب أشكرهم لأنهم لولا دعواتهم ولولا السببورت اللي هما كانوا بدولي قبل الأولمبياد أنا طبعا ما كنتش قدرت أن أنا أوصل للمداليا دي ممكن كان الهدف الأول طبعا في حصولي المداليا أنا كان نفسي أفرح الناس يعني أنا كان نفسي يعني فعلا الشعب المصري شعب جميل واتحقنا هو أيفا وهم كانوا كلهم متابعين فكان نفسي أن أنا أقدر أعمل حاجة أن هما أن يتفرحهم فأتمنى أن أنا أكون قدرت أفرحهم ولو جوز بسيط طبعا فرحتي وكان يقول نادي الأهل كله بطبعك وأقول أني خدت مداليا كل تكلم وكل كتب ألف مبروك لتمنى لك التوفيق في كل حاجة مرسي يا كبتن كغلتي هتكمل لتمنى لك التوفيق كادر الحقيقة تشرف في أي مكان إن شاء الله يا كبتن مرسي مرسي زوحة لك كبتن مرسي بس قبل ما نخلص لازم تقطعي التوفيق يالله وانت لتقطعي بنفسي يالله يعني ألف مبروك يا جيانا عزيزي مشاهدين ده كان لقاءنا مع بطلتنا ونجمتنا للومبية جيانا فاروق نتمنى يا رب يكوني بتفرج علينا تعلم حاجة من إصرارها وعزمتها وأن هي نموذج مشرف للمرأة المصرية واشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا في حلقة جديدة بإذن الله مع أبطالنا في برنامج الأبطال